أهلاً أعزائي المشاهدين مرة تاني برحب فيكم من مجمع اللي في كفر نحوم في هذا المجمع علم يسوع المسيح أجمل التعليم وطبعاً كل المنطقة هون بتشهد عن معجزات يسوع المسيح حول بحيرة طبرية رح أتكلم عن لا تهتموا وإن رب يسوع اتكلم في عزته على الجبل قال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون ثم يستمر قائلاً ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحداً هذه الكلمة السحرية لا تهتموا عايشين في مجتمع الكل بيهتم الغنب يهتم والفقير بيهتم الكل مهموم والوضع أحبائي ما تغيرش في أيام المسيح الناس كلها كانت مهمومة من الاستعمار من العبودية الرمان وكانت مهمومة بسبب التقاليد الكثيرة لدرجة قال يسوع من نفس المنطقة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأنه نيري هين مش مثل نير التقاليد والأعباء والأحمال والاهتمامات الكثيرة فالكتاب المقدس بعلمنا أنه لا تهتم وكلمة لا تهتم طبعا لا يقصد الحياة العشوائية ولا الحياة إلا مبالاة أو عدم الاكتراث أو أنه يعيش الواحد حياته بلا ترتيب ولا نظام وأنه يعيش من ناحية تاني في كسل ما يكونش طموح أو يقدم للمجتمع يعني يكون خير وأنه يؤثر على المجتمع من حواليه الاهتمام هنا هو الاضطراب الذي يولد مع الشكل وتتربى على أحضان عدم الإيمان ويقترن بالارتباك فيلد القلق أحبائي الرب يسوع قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربوا طبعا الكل بيهتم لأنه الرب قال يعني هذه كلها تطلبها الأمم يعني الرب بيعرف أنه هذه احتياجات أصلية كل إنسان بيحتاجها لكن ما تكونش هي دافع لحياتنا وكأنه عايشين يعني لهذا الأمر فقط هو الوحيد لجسدنا لأنفسنا لكن مش للرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر